عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمبادرة رئاسية حياة كريمة للتنمية القرى المصرية وخلال الاجتماع أكد رئيس مجلس الوزراء أنه يتم العمل حاليا على استكمال تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة تمهيدا للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية لتغطية 1600 قرية مضيفا أن مبادرة حياة كريمة تعكس تحولا جذريا غير مسبوق للريف المصري باستهدافها توفير احتياجات القرى المصرية من البنية الأساسية والخدمات العامة وتهيئة سبل تحسين الدخل ومستوى المعيشة اللائق للمجتمعات الريفية